العرب صنعوا الحضارة هذه حقيقة يؤكدها التاريخ فمنذ القرن الثاني الهجري بدأ العرب نهضة علمية في الفلك والهندسة والطب والفيزياء والكيمياء وغيرها مما سبقوا به العالم فمن المعروف أن أول محاولة للطيران قام بها الشاعر الفلكي الموسيقي عباس بن فرناس عندما حاول اختراع ماكينة طيران وفي عام ثمانمائة واثنين وخمسين من الميلاد قام بالقفز من فوق منارة الجامع الكبير في مدينة قرطبة بالأندلس وكان يستخدم قطعة قماش تشبه المظلة الآن كما نبغ من العرب في فنون الطب والجراحة علماء وأطباء كانت مؤلفاتهم تدرس في أوروبا قرونا ومنهم ابن سينا الذي درس عديدا من الأمراض وقام بتشريح العين وله السبق في الحقن بالإبر تحت الجلد والعلاج بالموسيقى وله كتاب بعنوان القانون في الطب ومن علماء العرب البارزين في الطب الرازي صاحب كتاب الحاوي كما اخترع العرب الأدوات والمعدات الجراحية فاخترع الزهراوي وحده أكثر من مئتي أداة للجراحة في القرن العاشر الميلادي وقسمها إلى مجموعات بعضها لجراحة الصدر وبعضها لجراحة البطن وهكذا ومع ركوب العرب البحارة وتعدد رحلاتهم البحرية في المحيط الهندي والبحر المتوسط ومع كثرة السحب والغيوم وانعدام الرؤية توصلوا لاختراع الإبرة المغناطيسية البصلة والتي كانت فتحا في تاريخ البشرية وذلك بحك الإبرة على المغناطيس ثم وضعها فوق إناء فيه ماء بحيث تطفو على عودين صغيرين من الخشب فتتجه نحو الشمال ثم جاء عالم البحار بن ماجد فاخترع أول إبرة جالسة على سن لكي تتحرك حركة حرة دون الحاجة إلى وعاء الماء أبحاث الضوء كان العرب أول من فكر في الضوء وكيفية استخدامه ويعد بن الهيثم من عباقرة العرب الذين ظهروا في القرن العاشر الميلادي في البصرة وقد نزل مصر وعاش فيها ومن أهم إنجازاته اكتشاف الخزانة ذات الثقب التي يمكن اعتبارها الخطوة الأولى لاختراع الكاميرا ولم تتوقف أبحاث الضوء عند الحسن بن الهيثم فجاء أبو ريحان البيروني بعده وأثبت أن سرعة الضوء يمكن قياسها بسرعة الصوت وهو ما فتح الباب فيما بعد لاختراع أشعة الليزر المعروفة الآن تعتبر ليلى عبد المنعم أول مخترعة عربية تحصل على وسام الاستحقاق من مؤتمر جلوبال للاختراعات الحديثة الذي ينعقد سنويا في العاصمة البريطانية لندن لاختراعاتها التي تزيد على مئة اختراع ومنها حوائط التيومين والحديد المنصهر المقاومة للزلازل والصواريخ والصالحة لكل الأبنية على اختلافها ومواسير المياه والصرف الصحي المقاومة للتآكل وجهاز قياس إجهاد القلب رياضيا وخيمة بالطاقة الشمسية وغيرها كثير في مجالات الطب وفروع الهندسة أنت أيضا مخترع إن الاختراع لا يرتبط بمرحلة عمرية بل إن هناك اختراعات كثيرة انبثقت من عقول الأطفال فعلى سبيل المثال اخترع طفل عربي عمره 12 عاما ساعة تعليمية وجهاز هاتف يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة واخترع مجموعة من الأطفال مكتبة صغيرة على شكل إنسان آلي مستخدمين صناديق الحلوى القديمة وعلب المياه الغازية ووضعوها في آخر الفصل ويمكنك أن تكون مخترعا كل ما عليك أن تبدأ بفتح آفاق عقلك وتسبح بخيالك لتفكر في حلول لأية مشكلات تصادفك أو تسمع عنها ترجمة نانسي قنقر